إذن مشاهدين نتابع مباشرة الآن وصول التفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التاميمي الذي أطلق صراحها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية نذكر أن سلطات الاحتلال تلاعبت بمكان الإفراج عن عهد التاميمي وقررت تغيير المكان المحدد وهو حاجز جبارة غرب رم الله إلى حاجز رانتيس ونذكر أن التفلة الفلسطينية عهد التاميمي أمضت داخل سجون الاحتلال ثمانية أشهر بتهمة صفع جندية كما اتهمها أيضا بإعاقة عمل الجيش أثناء اقتحامه لبيتها في قرية النبي صالح وهذه لقطات مباشرة لوصول التفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التاميمي بعد تلاعب بمكان الإفراج نذكر أن عهد أمضت داخل سجون الاحتلال ثمانية أشهر تقريبا بتهمة صفع جندية كما اتهموها أيضا كما ذكرنا بإعاقة عمل الجيش أثناء اقتحامه البيت في قرية النبي صالح وهذه صور مباشرة لوصول التفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التاميمي وهذا حجم التضامن هناك في حاجز رانتيس قرب رمالة بوصول ولحظة وصول التفلة الفلسطينية عهد التاميمي هذه صور مباشرة من قرية النبي صالح صور مباشرة من قرية النبي صالح التفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التاميمي كما نشاهد ازدحام لنصفحة التفلة الفلسطينية عهد التاميمي من قبل أصدقائها وعائلتها والمقربين إليها والمتضامنين معها كذلك بعد حجزها داخل السجون الاحتلال ثمانية أشهر والذي اتهموها بصفع جندي وإعاقة عمل الجيش أثناء اقتحامه لبيتها في قرية النبي صالح ترجمة نانسي قنقر